وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 100 وسلسة أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 68 طن وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وإلى مجال الضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي حيث تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية شكرا